اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته عزيز المستمعي واسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتحها فاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال أراكم ولحظاتكم اقترحاتكم كلما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام إذن برنامجنا الحين صحة وسعادة البث المباشر خلص اللي بيتتصل مننا الحين يقول عنده مواضيع البث المباشر عادة سامحونة اتصل وقت البرنامج ما لهم عموما تحية لطاقم البرنامج معنا ميرا الإخفالي في التنسيق صبح جل الله بالخير ميرا وأيضا معنا في الإخراج ناصر السليمي المبدع دائما وهذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف العلي ونبتدي معاكم إن شاء الله الحلقة لكن بعد ما تخبرنا الدكتورة ند الملة عن أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج صبح جل الله بالخير صباح الورد ليش يومين مموجودة؟ كان عندي اجتماع مهم على مدار يومين من العمل يومين من العمل على مدار يومين على مدار يومين هي مكسورة ما ديش يسمونها بالنحو عندهم كنت تكسلانا بالنحو للأسف إلى الحين أذكرك برقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور تبيع على نستجرام واليوم يوم الخميس أخر يوم في الأسبوع نستعد لعطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت ونخطط لهم عشان نستمتع فيهم ونرد للدوان بطاقة إيجابية إن شاء الله والمدارس إن شاء الله يومين الأحد إن شاء الله تعالى إن شاء الله نزيل اليوم يا بنتختة وياتش الستوديو عندها يوم مع خالتها يوم مع خالتها تقولين أحيانا بقولت شي قلي أنت ما تقولين عن مضار الآيبات ومضار ما دري الأجهزة الإلكترونية وما دري كذا أنا شو بنتختة حيمانيات وهي ماسكة لايبات لازم بتقعد معاي ساعة كاملة شو بتسوي مسكينة تقعد قالي شو سويت الطالالي عشان تسلي وقدت له هي تلعب مثل ألعب تركيبية يعني كيف تركب الأشياء وتطلع منها أشياء أعتقد فبسخ عشان أنا في الستوديو ما شاء الله لها شكلة ذكية تتكلم انجليزي بعد ما شاء الله عيالها زمن كل إنجليزي العربي لو لقيتها شاطر بالعربي هين تستغرب بتقول ما شاء الله يتكلم عربي ويت زين للأسف يعني للأسف هي والله للأسف عموما دراستنا اليوم شو تقول اكتشف خبراء وزارة الزراعة الأمريكية خلال دراسة مكرسة لتحسين نوعية وأمن الأغذية مواد طبيعية قادرة على مكافحة الفطريات بفعالية شو هي هذه المواد للخبراء وجدوا أن مادة تيمول الموجودة بنسبة عالية في الزعتر فعالة في مكافحة الفطريات لذلك أدرجت أو أدرجت في قائمة المواد المضادة للفطريات بحسب الباحث بروس كامبل يفترض بروس كامبل أن مادة تيمول قادرة على منع انتعاش الفطريات بعد عملية الأكساد التي تتم عقب استخدام منتظم لمويدات الفطريات أي أن استخدام مادة تيمول سيساعد في استخدام كمية مويدات أقل ويذكر أن تم سابقا إثبات فعالية الزعتر وإكليل الجبل في مساعدة المصابين بالسرطان يعني هم بيستخدمون الزعتر عشان يقللون كمية المويدات على الزرع نص ساعة قاد يقول هالكلام حاول أربط الدراسة ببعضها فوالله تعالى محمود هذا التوجه ليس يديد 100% بس لا يستخدم مويدات كيمائية 100% يستخدمون أشياء طبيعية كوسية لتقليل استخدام مويدات وحتى وجود النباتات العضوية التي تمت عضوية التي لا يوجدها مويدات حشرية ويستخدمون ترموات طبيعية لما تكاثر البديدان عليها والحشرات وغيرها فتوجه هذا جميل لأن للأسف لا ننتبه كمية الترسبات التي نقضها على الخضروات والفواكه التي يكونون مستخدمين عليها مويدات لأن للأسف محمود تعرف أن كثير من الناس لا يغسلون الخضرة بشكل سليم دائم لا يأخذوا وقتهم في غسيل السليم الخضرة للتخلص من البكتيريا أو الفطريات أو البقايا المويدات الموجود عليها هذا أحمد علي يقول صباح الخير والزعتر تحية حق يقول الزعتر قبل كانوا يستخدمون المصريين في عملية التحنيط وأيضا نستخدم كبخور في حمامات اليونانية ومعابدهم ويمتاز بريحة أطرية قوية وطعمها الحار نوعا ما لكن في لهفة وايد دكتورة وايد منها يقولون أن يساعد في علاج السعال الديكي الالتهابات الشعبية حتى أمراض الربو البلغم يعني هذه العراض المصاحبة لهذه الأمراض شو بعد الزعتر مهدئ للمعدة يساعد في الهضم يطلع الغازات يعالج الإسهال بعد حالات الإسهال يقولون إسهال أنا ما جربت مع الإسهال والله يعطي إحساس بالدفئ لما تساوينا في الشتاء يعني يساعد عملية الأيض بس ما يخافف الوزن ويقولون بعد زين حق الداكرة يقوي الداكرة يقوي الداكرة معظم الأعشاب العطرية هذه لا فوائد وائد على الدماغ وظائف الدماغ بشكل عام لأنها فيها مضادات أكسدة بس شو المهم عشان تستفيد سواء كان زعتر ميرامية شو بعد نحط ناس تحب تفور أكليل جبل جنزبيل زنجبيل جنزبيل ما نفور وائد نحن للأسف نقتل كل فوائد الأعشاب نستخدمها بكثرة الغليان لازم شو تسوون تغلون الماء تطفون الغاز وتحطون دخل العشبة وتخلونها تتسكر عشر دقائق العشبة روح تطلع الفوائد معتها في الماء لا تغلونها الغليان هذا يقتل حتى لما تغلينا بعد شئ لها فوائد نحن نغلي ناس يغلي تقريبا عشر دقائق ربع ساعة يغلي أو أنه شو فكرتهم كلما غليتها أكثر كلما يعني طلع فوائدها أكثر في الماء هاي فكرة خاطئة ترى لاستفادة من الأعشاب الأعشاب ما تحتاج غليان غير ثاني يعني يعني غلاء الماء أول غلوة تطفوا عليه وخلوه يتسكى لا تخلوه يغلي فترة طويل لأنه يقتل يتخلص من القدرة منتها لمنع الأكسد أو منع التأكسد هي تساعد في الوقاية من السرطانات أنا أعشق الزعتر أنا أحب الزعتر مع اللبنة زعتر يا لبنة زعتر خالي شاي زعتر أنا ما أحب شاي زعتر حار عزيزي يبلنا ثنين الزعتر شاي زعتر ها عزيز إن شاء الله يقول إن زين شو بعد في الزعتر في واي حتى يقوي شعر يقولون فروة الرأس يقوي صد يقولون أنا أحب الزعتر يعني بس تعرف أنا تقريبا يوميا نأكل زعتر صد أي تعرف والله محمود مفوضة هالأشياء تكون موجودة عندنا في أكلنا اليومي يعني إحنا ما نستهلك بكميات كافية الزعتر مع منتجات الألبان هذه ما تدخل في فطورنا اليومي الناس استعودت على خبز و جبن هذا الخبز يسوي ممساك يسوي جفاف البشرة لأن الخبز كله كربوهايدرات زيتون هذه أشياء وهايد مفيدة للبشرة تقوي لكم الدم تحسن لكم البشرة البنات في هذا زمن دم يتشكون تقول بشرة أمي كانت زين بشرة يتعبانة لأن نوعية الأكل كانت تختلف سيف الهرمود يقول لها اللهم نقي يوما من الهم والحزن وافتح لنا أبواب السعادة والأمل اللهم ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك صباح الويكند لك محمود والدكتورة نادة مفتغدينها من يومين ليش غايبة من يومين شفوا عليه غياب كان عندي اجتماع والأحد بعد من الحين بكون غياب كان هدوء في الستوديو هدوء زين ترى بعد بس المشكلة بعد خبرين قبل في حد ما يتشيك الواتساب صباح الخير عندي شكوة تفضل خبرنا شو شكوتك وإذا نقدر نحص رقم التواصل معك طرش لنا على 4006 هذه الجماعة اللي موجودين معانا على انستجرام طرشو لنا على 4006 مع رقم الهاتف بيطلع لنا إن شاء الله وتاخذ الشكوة يعني مسارها الرسمي في حسن معينا من ليبيا من ليبيا هي والله صباح الورد لكل أهل دبي من ليبيا صباح النور زين هني أسأل الدكتور شو فوائد الكاكاو الكاكاو في عندنا وقت ناصر أجواب عسى أو العقب بالفاصل نجواب الكاكاو هو قصد الكاكاو النقي مو بالشوكولاتة يعني قصدها الكاكاو البودرة هو اللي يكون في الصفة الأولية أو حتى حبوب الكاكاو مفيدة جدا تعرفوا الكاكاو بصفة الأصلية اللي يعني ما دخل فيه زيوت والدهون هذه يساعد في تخفيض الكوليسترول يساعد في تقوية هذا عضلات الجسم يساعد في تحسين البشرة الزيوت الطبيعية اللي فيه جدا جدا مفيدة خصوصا للبشرة والجلد يعطي ترطيب يحس مظهر البشرة يقلل تأثير الحبوب وجود الحبوب وغيرها بس الكاكاو الأصلي كيف تاخذون الكاكاو صفة الأصلية اخذوا لوح الشوكولاتة اللي فيه كاكاو أكثر من ثواني بالمئة صح يكون مر من نسبة السكر فيه قليلة لكن الفوائد الحقيقية من الكاكاو تاخذونها من هذا بتاعدوا تماما عن كاكاو الأبيض الشوكولاتة البيضة ليست شوكولاتة ترى للأسف كل عبارة عن دهون وزيوت وزبدة من زيون من الكاكاو والله محمد صدج أوكي لا تحل فيه مصدق النج لن نستزعلي ما يقولون كاكاو الأبيض ممزين ممزين حور تقول نطلعوا فاصل نطلع فاصل يلا فاصل وراجعين صحة وسعادة سأل الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن متواصلين معاكم أرقام التواصل معنا الدكتورة على 600 551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين نايف على نور دبي على الإنستجرام بعدما صبحون علينا على الإنستجرام صباح الورد صباح السعادة صباح الخميس الونيس الخميس بسرعة يا جماعة صح؟ يومين إجازة طال عمرة تنتي إجازة كتف الدوام يعني ما تحس من الأحد لازم يطف عليك لسبوع بسرعة دلاني على هذا اليومين دلاني محمود ما عليك عموما نحن يعني ما نطلع على موضوع يعني ما نحاول النقشة بعد شوية مع دكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي طبعا هذا الموضوع هو عبارة عن فيه جهود مبدولة من أجل تهيئة المناخ الأمثل للاستثمار في القطاع الصحي وبناء شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص تسعى هيئة الصحة دائمين إلى تحديث السياسات والآليات التي تنظم عمل المؤسسات الصحية الخاصة في المنسيشيات والمراكز وحتى العيادات الطبية وهي أيضا تتطلع من خلال سعيها إلى توفير خدمات طبية في مستوى وجودة عالية يتناسب مع نمط الحياة المزدهرة في إمارتنا الحبيبة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام عندنا مستوى رفاهية الحمد لله نحن نعيشه بشكل عالي نزين فهذا المستوى يعني عزز من مناخ الاستثمار في القطاع الصحي فشو هي حزمة التسهيلات هذه معنا في الستوديو دكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي حياك الله دكتور السلام عليكم السلام عليكم صباحك ورد دكتور مروان دكتور مروان تعطينا أو شي شو رؤية هيئة الصحة للقطاع الصحي الخاص وكيف تنظر لهالنوع من القطاع الحيوي طبعا القطاع الصحي الخاص هو شريك لنا في تقديم الرعاية الصحية أو يعني هيئة الصحة تدعم الاستثمار الصحي ودائما نحاول نخلي مجال يعني يكون سهل لكل واحد يبقى يفتح منشاء صحية يبقى يقدم خدمات صحية يديدة نزين حتى لو مرات يكون في خدمات جديدة ما صارت لها قوانين يعني بس نحن دورنا نشوف نسوي مقارنات معيارية مع الدول العالمية ونسوي مثل مثل زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء الخلايا الجذعية نزين يعني دائما تطلع فيها تخصصات جديدة أساليب جديدة للعلاج لازم ندعمها صحيح طيب دكتور الهدف اللي نسعاله دائما هو إسعاد المتعاملين نزين منها خلال هذه الرؤية وهذا التقدير اللي تحمل الهيئة للقطاع الخاص بحكم أننا كانت عندنا توجهات الحمد لله نحن حققنا بشكل كبير الهدف اللي رسمه لنا سيدي صاحب سموه شيخ محمد براشد دار مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبيبي أن تكون بأن يكون القطاع الصحي مزودي القطاع الصحي في إمارة دبي سبعين ثلاثين اللي هما سبعين من القطاع الخاص ثلاثين بالمئة قطاع الحكومي نحن وين وصلنا؟ الحين نحن تقريبا ستين بالمئة القطاع الخاص وأربعين بالمئة القطاع الحكومي بس هذه المقارنة تختلف نوعية الخدمات الموجودة في القطاع الخاص من القطاع الحكومي في الخدمات الأساسية، الأصابات، التروما، يكون أكثر في القطاع الحكومي علاجة الأمراض السرطانية تكون بعد في الحكومة وفي الخاص علاجات التجميل تكون أكثر في الخاص صحيح بس في دور ثاني نحن نسويه بعد أن نسهل الوصول للخدمة الأكسس فنحن في طور تطوير برنامج التراخيص الإلكتروني شريان راح يكون أكثر صديق للمتعامل وتسهيل الإجراءات ليس نظام جديد، هو نظام أن نقلل الخطوات المطلوبة في بعض الخطوات تم الموافقة عليها عن طريق الذكاء الاصطناعي نعم يعني إذا كان مستوفي شروط وكانت معاملات بسيطة تتجدد مثلا تراخيصه بسرعة كيف كيف دكتور هذا؟ يعني حتى شسمه يعني النظام بيقرأ الداتا والمعلومات اللي موجودة عن المؤسسة والمنشأة؟ يعني بأعطيك مثال إذا الدكتور هو يقدم على ترخيص أوكي الفورم الطلب نفسه الإلكتروني راح يكون يتغير بناء الطبيب على الشهادات نعم يعني إذا واحد يجاوب بعض الأسئلة في البداية أنه طبيب من طب أسرة مثلا طب أسرة مثلا طب أسرة وجايب البورد العربي فهذا خلاص لا أغير طب أسرة أنا أغير تخصصها جراح التجميل من بورد الأمريكي مثلا نعم فيكون لها فورم خاص فيه نعم نعم إذا مثلا ممرضة من فليبين مفراضا يكون فورم تاني لأسئلة تكون يعني مختلفة ممتاز نعم إذا فيه أجوب على طول راح تطلع مثلا إذا واحد عند انقطاع العمل أو انقطاع الممارسة الكلينيكية على طول النظام يقول لأ أنت لازم مثلا يكون عندك ساعات عليم طبي صحي وتدريب أربع تشهر على سبيل المثال وتقدم مرة ثانية بالضبط صح فهذه الأشياء يعني الذكاء الصناعي راح يساعدنا وفيه تقنيات البلوكتين بعد بتكون موجودة يعني أن نرتبط تراخيصنا مع وزارة الصحة ومهية الصحة بوظبي ومدينة دبيعة الطبية إن فيه بعض المعلومات نطلبها منهم خلاص عن البلوكتين لا يحتاج الطبيب أو الممرض يجيب الورقة نفسها يعني توحيد الرخص مثلا دكتور اللي طالع المقدم في بوظبي ممكن أن يمارس المهنة في دبي من خلال ويستوي الربط يعني مثلا الخبرة المالة بوظبيية تكون موجودة في النظام نحن نشغل على هذا الموضوع إن شاء الله يعني المرحلة الأولى بتطلع في أكتوبر 2010 وفيه مشروع ثاني له قياس مشروع جدا مهم يعني أشبه بالنظام من سبع نجوم الخدمات الحكومية هذا بيكون نظام النجوم يعني للقطاع الخاص فيركز على عدة محاور سعادة المريض الجودة الكلينيكية الكفاءة الكلينيكية يعني الصحية أو للتنظيم الصحية وهي أتصحد لما المنشآت تعرف يعني تقارن نفسها بالمنشآت الثانية فيعطيها دحافز للتطوير مثلا يركزون في سعادة المرضى أو يركزون في الأرقام الكلينيكية ممتاز وفي النهاية بعد بيكون فيه نظام مبسط يعني بعد هالأرقام والخلاصة راح يكون فيه نظام نجوم للمريض فيشوف يعني الخدمة هذه مش المستشفى بالكامل خدمة الطب الأطفال في هالمستشفى كم بيكون كم يعني فهذا يعطينا مثال أوكي يعني المنشآة بيتم تصنيف خدمات خدمات مش هي كمنشآة كل يعني دائما يعني الخدمات مكثرة في إدارة تكون غير عن إدارة ثانية مثلا أدور أحسن قسم أطفال أروح أدخل وأشوف منه أكثر قسم أطفال في أي مستشفى خذ أعلى تصنيف من المتعاملين فيكون مثلا ما يقول يعني متعامل نفسي هو لقيم مبجهة ثانية أو دائرة حكومية هو المتعاملين لقيمة والخدمات صحي فيساعد والله الوصول فعلا لأن الأسئلة دائما تتكرر وين أحسن القسم أي تجميل أطفال أو غيرها دكتور ماروان تذكرت نظام شريان نظام شريان هو نظام يعني هو فعلا شريان المهنة الطبية إحنا وايد نستخدمها فيه وايد خدمات يقدمها أنت ذكرت عن ترخيص الطبية تعطينا الخدمات الثانية التي قدمها نظام شريان تبقى تقول شيء؟ والله كنت أريد أن أسأل عن قياس يعني هي طلعت رجعت برد برد حق قياس عقوب شريان نزح الخدمات الثانية قلنا ترخيص الأفراد ترخيص المنشآت الإجازات المرضية تكون عن طريق النظام نزحين عن طريق شريان تفتيش نفس الشيء بعد يكون عن طريق شريان وفي النظام الجديد سندخل بعد خدمات مهمة التي هي مثلا الوصفات الأدوية المراقبة حاليا نحن الوصفات تكون عن طريق الأوراق يعني نزحين وتكون عرضة للتزوير أو للضياء حتى صحيح فالحين خلاص يعني مع النظام اليديد سيكون كلها عن طريق شريان نزحين الوصفة تطلع اللي يطلعها الدكتور اللي يطلعها الدكتور نزحين ويعني حتى الصيدلية تقدر تتأكد من النظام أن هذه الوصفة طلعت من الدكتور سيساعدنا في التحاليل يعني تحليل البيانات نشوف من الأطبالة يعطون وصفات زيادة إذا في إذا الدكتور كتب وصفة زيادة عن المسموح له النظام ما رح يسمح النظام ما رح يسمح لأنه يعني يكون تحت المراقبة لأن فيه أصلا لمة معين هو اللي يحتاج المريض ودكتور يعني زي أن تشوفين النظام شريان الحالي إن شاء الله النظام الجديد رح يكون يعني مثل ما نحن نقول في الطب الإسراء يعني المريض هو الأهم شخص في المنظومة يعني هذا نفس الشيء لكل متعامل يدخل عاملين له صفحة تناسبة سواء يعني إذا كان طبيب دخل على النظام شريان يكون الصفحة مناسبة له الأشياء المهمة اللي يحتاجها تجديد الرخصة إضافة ساعات تعليم الطبي المستمر عدد رصيد الإجازات اللي يقدر يصرفها أو الوصفات المراقبة أو إذا واحد مثلا من طرف المستشفى دخل بعدنا الصفحة تكون يعني مقسمة حسب احتياجات المستشفى طيب دكتور أنا بتواصل معاك بكمل لأن ناصر يشير لي على فاصل ما نطلع فاصل ما نرجع ما نتكلم عن الخدمات المميزة للأمان لأننا في العديد من المحاول نحن مستنسي أنك أنت موجود معنا في الستوديو اليوم وفي عندنا وائد أسئلة وائد أمور نريد أن نستفسر عنها كذلك وأيضا نريد أن نتكلم عن الدارات المميزة التي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لتعزيز الاستثمار ومثل ما قلت أنت المحور الرئيس اللي تسعو دائما هو أن الخدمات هذه كلها تصب لمصلحة المتعامل له المريض إن شاء الله ما يكون في حد مريض يعني يسمعنا أو حتى المرضى إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل فاصل مستمعين وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخر ومستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعاد أرقام التواصل معنا على 600 551414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام كم تلفون عندك أنا ثلاثة الحين ثلاثة وموجود كل حاليا وكلهم شغالين ما شاء الله هل أموية تتخبر أموية تتخبر عدالي تقولي أمتي لسين عدالي تتخبر كل تلفونات تتخبر حشرة عموما السلام عليكم أريد حد يتواصل معي من هيئة الصحة بخصوص الأسنان بس تحت الحواة فالس طيب أخي نواف أوكي طيب نحن متواصلين مع الدكتور مروان الملة طبعا الدكتور مروان هو مدير بدبي دكتور تكلمنا عن نظام شريان وفي نظام تطرقنا له هو قياس قياس باختصار هي عملية تصنيف الخدمات في القطاع الخاص في العيادات والمراكز إلى أنظمة النجوم السبعة صحي شو الأساس في عملية اختيار أو تصنيف هذه الخدمات هل هو المتعامل فقط أو أنتو عندكم تصنيفات أخرى تخضع لها هذه الخدمات طبعا نحن التصنيف نحاول نخليه يعني يكون شامل 360 درجة المريض المؤشرات الحيوية اللي هي يعني الفحوصات مثلا إذا كان عنه مريض سكري لازم يكون يعني سعيد بالخدمة المقدمة له مثلا يكون خدمة يعني فندقية خدمة تروح المطعم يعني لازم يكون يعني سعيد بالخدمة ويحصل علاج الصحيح يعني مستوى السكر عنده يكون منضبط ويكون يعني أفضل أو يعني الطريقة الصحيحة للعلاج هي الطريقة التي هي يعني تكون مثل cost-effectiveness يعني أوفر أن يحطون الكوست أو التكلفة في الحساب يعني نعم دائما الخدمات الصحية إذا ما تعملها ضبط يعني تخرج الخدمات صح يعني السعادة صحة عندك تأمين وعندك كذلك لأنه ليس معنات أنك أنت تضرر منظومة كاملة إذا تم استغلالها بشكل سيء فنحن لما نشوف يعني نعمل مقارنات معيارية ونعطيهم التقارير بيعرفون مثلا أنتوا أداءكم في صحة المريض هذا الرقم نعم في سعادة المريض يمكن يبالي شغل زيادة صحيح فيعني ممتاز ونحن يعني بغضيف أن هال المؤشرات نحن ما اخترناها من نفسنا جلسنا واخترنا يعني ندخل القطاع الخاص والقطاع الحكومي نأخذ رأيهم نأخذ أفكارهم نعم حتى يكونون يعني مشاركين معنا في المؤشرات الأداء ممتاز هذه شغلة وايد حلوة في إدارة التنظيم الصحي معظم القرارات والأمور يعني يتم فيها مثل عصف ذهني مع القطاع الخاص والشركاء الحكومي في هذا المجال أنا عندي بس إضافة بسيطة دكتور إذا تسمحيني في أب ولا أبليكيشن معين في هذا الموضوع المريض ممكن أو المتعامل الممكن من خلال يقيم أو كذا كيف كيف عملية يعني استخراج هذه المعلومات من المتعاملين التقييمات هذه الخدمات الحين نحن معنا الأب بس يعني راح نستعمل كل وسائل متاحة يعني المستشفيات مثلا تكون عندها سعادة المرضى يمكنك في الأجهزة مثل آيبادات وشيء هناك بس ما يمنعنا في المستقبل نسوي الأب نعم والله نشوف أسهل حتى حق التقييم دكتور إذا كان فيه مجال أن الواحد يدخل هذا بعد نوجه حق إدارة المتميز كانت معانا البارحة أماني الجسمي مدير ذات قدرت المعلومات بعد ما نعطيه هذه الاقتراح لأن الدكتور وائد سهل على المتعامل أنا دخلت مثلا عيادة معينة أنزين من دخلت يعني يكون فيه تصنيف معين صرت عيادة الدكتورة لندة دخلت شفت العيادة ما عيبتني الخدمة ما عيبتني الخدمة الدكتورة مثلا ترخيصة منتهي مثلا مثلا أي شيء ممكن من خلاله أكتب أسوي السير يطلع لي عيادة الدكتورة ندى تقييمي سيء 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 بس توكل على الله عن طريق الأب أزين دكتور مروح هذا شيء ترى بسيط نقدر نعمله يعني نحن اليوم مثلا شو المتوفر على برنامج دبي الآن نعم أزين في مثل صفحة للصحة والعيادات نعم أزين تقدر تدخل وتعمل طباء صح بالبحث بالعربي أو بالإنجليزي جميل فهذا مثل معلومات متوفرة للكل جميل حتى في تطبيقات التي نحن في الهيئة بعد أن نوفر عديد من الخدمات في هذا المجال توفر أحين دكتور مروان السؤال يكون أنك متعامل بعدما حتى قيماتي هل أنتم ترقبون هالتقيمات وتشوفوا مثلا قسم معين في المستشفى معين كل المتعاملين لسارة وحطوا له مثلا أنه مبزين أو نجمة أو نجمتين حسب نظام تقييمكم فهل أنتم تتابعون التقييمات والتصنيفات المتعاملين وتأخذون على أساسها أكشن مع القسم المعني أكيد نظام النجوم سيتأثر إذا شفنا المخالفات زادت فنحمل تدقيق كلينيكي لهم نشوف نحن التحقيقات الطبية تكون على عدة وسائل أول طريقة إذا المريض أو أهل قدموا شكوى ثاني شيء إذا شفنا مثلا عن طريق الفيدباك أو يعني التقارير التي توصل لنا أنه في شيء ليس طبيعي يعني مثلا سعادة المريض متأثرة أو كمية الإجازات المرضية زايدة أو كمية الأدوية المراقبة مثلا دكتور معين يصبح أدوية مراقبة زيادة فهذا بعد يسوي لنا مثل يعني البد في إجراءات التحقيق صحيح طبعا هذه تكون آلية جميلة أن يكون في ربط بين التقييم الذي قدم المتعامل وبينكم أنتم عشان فعلا يعني نحسن الخدمة أولا ونمع طبعا مثل ما قلت بعض المخالفات التي تستوي مثل ما ذكرت دكتورة يعني إدارة التنظيم الصحي عندهم شو إليكم محمود زعلان من كرسيليوم مثل ما ذكر دكتورة أن عملية المراقبة هذه من يعني أهم المقاصد التي تسعى لإدارة التنظيم الصحي وهي يعني مناطفها أيضا مسؤولية التفتيش على هذه العيادات والمستشفيات والخدمات التي تقدم وفي معايير كثيرة حول هذا الموضوع دكتور هنا أنا أريد أن أتكلم بعد كذلك نحن نطمن الناس أن هنا يعني ناس معنيين بعملية مراقبة كل البروتوكولات الطبية المعتمدة والدكاتر المرخصين اللي يكونون موجودين هنا صح أن هذه موجودة ولكن أيضا وعي الجمهور لهذه المسألة جدا مهم فخلنا نتكلم عن هذه النقطة شو الجهود اللي أنتو تقومون فيها في هذا المجال أول شي نحن نسوي بمبادرة إن شاء الله للعيادات والمشآت الصحية الجديدة والأطباء أيو دكتور الطبيب يعني يحصر على ترخيص جديد أو عيادة جديدة نعم بنعطيهم إن شاء الله مثل باقة ترحيبية يعني فيها الترخيص فيها وردة يو اس بي وردة يكون في يعني مجموعة القوانين هي موجودة في الوب سايت في الموقع الإلكتروني مثلما تكون موجودة على يعني اليو اس بي أوكي يكون أفضل نحط فيها القوانين نحط فيها شو مؤشارات الأداء المطلوبة من العيادة من أول يوم حتى ما يتفاجأ بعد سنة مثلا إن نقول شو هذه المؤشارات تكون من أول يوم وتكون موجودة حقوقه كمهني وحقوق المريض زين ونعطي فكرة بعد عن المشاريع يعني اللي نحن نقوم فيها مثل قياس وشريان وتطوير منظومة التفتيش فهذه كلها يعني لأن فيه كثير من الأطباء جايين من برعة فلازم نعطيهم يعني يعني لازم نحسن نظن نهذه يابون قدمون خدمة يابون يعرفون القوانين تكون كلها موجودة وطبعا هذه كلها موجودة في الموقع الإلكتروني بس يعني يكون لما تعطيه كباقة ترحيبية يكون أفضل يعني أنتوا بعد كذلك دكتور يعني يتراقبون حتى من بلدان نفسها الدكتور إذا خارج الدولة يقدم على الترخيص وكذا في موافقات وفي اتفاقيات مع العديد من بلدان في هذا المجال صحي صحي نحن عنا يعني شراكة مع شركة تقوم بالتدقيق مع الشهادات والخبرات والتراخيص وتشوف إذا في أي لأن عندهم مثل بنك بعلمات كبيرة تشوف إذا في هذا الطبيب عليه أي مشكلة في أي مكان في بنك بعلمات ما لهم صحي فكثير يعني تطلع لنا قضايا وبعدين نحن نقوم بتحليل قضايا هالقضية انتهت وخلاص يعني الترخيص فسار المفعول ونقدر نكمل في الإجراءات أو ما نقدر نكمل يعني ممتمين دكتور مروان أنتم مو بس ترقبون المنشأ من حيث المخالفات حتى الحملات التوعوية اللي تقوم بها المنشآت يكون عليها رقابة فممكن تعطي نبدأ عن شو التنظيمات اللي عندكم مخصوص الحملات التوعوية اللي تقوم بها المنشآت الصحية الحملات التوعوية تحتاج مرافقة من بدار التنظيم الصحي يعني سواء كان مثلا في المولات أو في الحدائق أو مخيمات ونعرف حتى نقوم بالتفتيش مرات ونشوف يعني إذا كل الإجراءات صحيحة وفي يعني في منظومة مناسبة لمنع الانتشار لعدوى يعني دكتور في شغلة أبغي أبغي أتكلم عنها هنا أن وعي الجمهور بضرورة أن يروح لأماكن مرخصة وما بشرط أن حصل لعيادة أرخص يعني هذا الشخص مرخص عند جسمه عند كافة الاحتياطات التي ممكن لا تضر جسمك لأن مسألة واحد مهمة أن الواحد يعرف أن عملية التنظيم الصحي هي عملية لحماية المريض وحماية صحته فهني في هذا الإطار شو تبعي تقول دكتور أول شي حق من حقوق المريض أن يتأكد أن هذا الشخص مرخص سواء يتأكد من الترخيص يكون بطاقة خاصة أو يتأكد من عن طريق النظام الإلكتروني دبي الآن وطبعا نحن نرخص العيادات تكون لها ترخيص بعد يكون في مكان بارز على الاستقبال وفي أماكن لا تترخص إذا كان شخص شقة سكنية هذا ليس مرخص إذا فندق ليس مرخص لازم يتجانبون هذا أو حتى مرات بعض المهنيين مرخصين أيون البيت مثلا الخوف أن الشخص غير مؤهل الأدوية التي استعملها لا نعرف سلامتها نحن هذا دورنا بالتعاون مع وزارة الصحة نتأكد أن الدول صالح وموافق عليه مرخص ووزارة الصحة وحتى الدول يجب يكون محفوظ بطريقة صحيحة يعني إذا تخزن في درجة حرارة غير مناسبة سيخترب سيأثر سلما على المريض وبعد أدعو الجمهور إذا شافوا أي ملاحظات يتواصلوا معنا على وسائل التواصل وتوصلنا معلومات نحن بعد بس إذا هناك معلومات أضافية بعد يكون مناسب يعني الناس لازم يكون عندهم حس المسؤولية عالي بالطبط صحيح لازم يبلغون أو حتى نحن دائما نقول حتى لما أنتم ممتأكد اتصل واستفسر واسأل هل هو فعلا مرخص أو غير مرخص هل هو آمن أو لا فهو مسؤولية مجتمعية علينا كلنا صحيح يعني في كل أحوال معظم الدوائر الحكومية تفتح قنوات التواصل كلها وتستقبل كل الملاحظات والاقتراحات ونحن برنامج هنا موجود بعد كذلك لاستقبال أراكم ملاحظاتكم إذا في شيء هذا هذه مسألة ضرورية دكتور أن الواحد يعني سوري الواحد ساير عيادة دخل يكون ظلام بعد صافيليتات ولا لوحات وبعدين يوصل شقة سكنية يدق الجرس يدخل يطلع فيه كرسي وهذا وواحد لابس لابكوت بعد يكون دائم وواحد لابس لابكوت وعادة وحدة يعني مبواحد رياي المساكن يرخصون عمارهم الحريم المشاكل هذا دكتور صح ألا بعضهم مضر رياي يعني يعني لازم يعني الصحة مالها الثمن يعني يعني أنت مالها المكان لأن يكون أرخص يعني راح تدفع بعدين صح خصوصا في الصحة واحد يستثمر يعني في شيء وائد مهم حين دكتور إذا أنتم عندكم أنظمة وقوانين في حالة يعني المريض عنده شكوى على عيادة أو على يعني إذا شاف أن هذا اللي سوى لدكتور خطأ الإطار تقديم الشكوى عن طريق نظام الإلكتروني موجود في الموقع الإلكتروني اللي هو dj.gov.ae يحط معلومات يحط طرق التواصل ويشرح بالعربي أو بالإنجليزي شو اللي شاف أنها غير صحيح وكيف تأثر وإذا في أي وثائق تدعم يحط بعدين نحن نتواصل معه يعني نبدأ في الإجراءات مرات الشكوى تكون هي أكثر إدارية من هنا طبية نزال نوجه للدارة الاقتصادية مثلا إذا كان اختلاف على السعر أو لا شي صحيح إذا كان شكوى طبية حسب يعني الضرر اللي حصل على المريض أو الضرر يحصل على أكثر من المريض بعد نقوم بالتحقيق يعني طيب يعني دكتور بعد التحقيق شو يستوي يعني هل يتم يتم تشكيل لجنة هل يتم يعني يتم تشكيل لجنة من تخصصات يعني لها علاقة بالشكوى بالشكوى أوكي لجنة أقل شي ثلاثة طباء أو ثلاثة مهنيين حسب التخصص ويتم فيها أخذ أقوال للمريض أو أهله وأخذ أقوال للطبيب نفسها بعد أوكي اللجنة هذه تقول بعدين رأيها الفني وما تحط العقوبة بس تقول الرأيها الفني بعدين تروح للجنة ثانية لجنة المارسات الطبية هي لتعطي القرار وتعطي العقوبة ممتاز أوكي والمريض أو القصدية الطبيب يقدر يتظلم على العقوبة خلال مدة شهر تروح لجنة تتظلم أوكي في حال دخله في منازعات قانونية وايد فيها دكتور تتحولي للمحكمة أو المحكمة يعني مسار من فصل يقدرون يقدمون على المحكمة من البداية أوكي ويقدرون المحكمة بس في النهاية نحن عندنا تكون عقوبات على المنشأة أو الطبيب ناحية التعويضات المادية هي تكون المحكمة المحكمة يا أخي وخلال كم يتم حل الشكاوى الطبية بشكل عام ولا هي حسب نوع الشكوى حسب نوع الشكوى ومثل ما شكتوا هناك أكثر من لجنة لأن الضمان الحيادية وضمان أن نأخذ القرار الصحيح ودائما أن الشكاوى الطبية تكون متشعبة وفيها تفاصيل يعني كثيرة وواحد ما يستعجل في الإجراءات سواء يقول في خطأ أو بدون خطأ لازم يأخذ وقته يعني نحاول نخلص في سنة كل هذه الإجراءات يعني بس مرات يتأخر يعني ولأن فيها لجان يعني لجان ترتيبها وحتى مثل ما نقول أن الطبيب يكون موجود والمريض يكون موجود فيأخذ وقت يعني يعني أنا أبغي بعد الدكتور هاسوال لتش ودكتور مروان شو هو مفهوم الخطأ الطبي الخطأ الطبي كيف أنا أقدر أقول أن هذا الدكتور سوالي خطأ طبي معين هل إذا كانت النتيجة غير المتوقعة من قبل المريض ولا في معايير ثانية لها خاصة بالبروتوكولات الطبية خاصة بكذا ما عرفنا شو شو الدفينيشن لأن وايدين يقولون هذا خطأ طبي على أي أساس أنت حكمت أن هذا خطأ طبي سوالك يعني جدا مهم الخطأ الطبي أن الطبيب عمل يعني طريقة في العلاج زين لا تتناسب مع الطريقة اللي راح يعملها زملاء في نفس التخصص دعم أوكي يعني ما معنات إذا صار مضاعفة إذا واحد عمل عملية في بعض المضاعفات المتوقع حدوثها يعني بنسبة ضئيلة إذا صارت مضاعفة ما معناتها خطأ طبي إذا كان الطبيب يسوي العملية بالطريقة الصحيحة وحسب البرتوكولات يعني ما بيكون عليه خطأ طبي هذه المضاعفة يكون يعني أهم شيء أن الطبيب يشرح كل المضاعفات المحتملة قبل العلاج أو قبل العملية الجراحية يكون مثل يعني نحن نقول inform consent أو الموافقة المبنية على المعرفة يعني أن يعرف شو المطلوب أو شو المتوقع بالضبط وهذه هي أقرارات من قبل المريض يوقع عليه بس الخطأ الطبي إنه إذا الطبيب ما عمل برتوكولات سواء تأخر أو عمل يعني طريقة غير صحيحة ونتج عليها خطأ أو ضرر للمريض هذا يعتبر خطأ طبي يعني صحيح كثير من الأحيان ما يكون خطأ طبي يكون هو عدم استجاب للعلاج بس يكون طبيب شخص طريقة صحيحة وعطى العلاج بطريقة صحيحة وشرح بطريقة صحيحة لكن سبب من الأسباب هو ما استجاب فما يعتبر هذا خطأ طبي فمثل ما ذكر الدكتور مروان طبعا الأخطاء الطبية يكون فيه فيه إهمال أو خطأ من الطبي وستوى في الخطة العلاجية فعشان تيحة دائما نركز حسب حتى مبادئ الاعتمالات اللي اخذناها لازم نضمنها نشرح للمريض المضاعفات المتوقعة من العلاج يعني مثلا حتى فيه أشياء محمود بسيطة جدا ممكن دول ما للزكام في دول للزكام معين لما نعطي للناس شوي كبار في السن يصبهم خفقان يصبهم خفقان أنا لازم أشرح لأن لو خدت ممكن يك خفقان مدة كم من يوم إذا حسيت ارجع لي مرة ثانية لازم نشرح المريض 100% ماذا المضاعفات أو الأثار الجانبية متوقعة مع كل علاج عشان هو يكون عارف وما يفترض أنه خطأ طبي تعرف شاني خفقان دكتور نعم أبضيه بعد شيء ثاني حتى شيء مهم جدا أن نقلل المضاعفات التزام المريض بخطة العلاج أو نصائح الطبيب بعد العملية فمثلا إذا سوى عملية لالبرياتركسيرجيري قصم أدا أو تحويل مسار عندهم خطأ أو طريقة للأكل لازم يتباعها إذا لم يتباعها سيؤثر يؤدي إلى مضاعفات سيقوم الثقب بعدين يقول الطبيب هو الأخطاب فالكلمة شارك في هذه العملية يعني نود تعاون المرضى وبعدين بعد ما تحصل المضاعفة يفضل يرجع عند الطبيب نفسه حتى يستكمل العلاج صح يعني نحن بعض المرضى نشوفهم يتنقلوا من طبيب إلى آخر يعني هذا يسمونه شوپنج أو التسوق الطبيب فهذا ما رح يساعد خطط العلاج لازم يكمل عنده نفس الطبيب إذا شاهد ما في فائدة يمكن يغير يعني أخذ رأيك بس هو قبل يبتدي العلاج يسأل أكثر من طبيب كاستشارات يعني بس لما يبتدي العلاج خلاص يبتدي ويكمل مع نفس الطبيب عمون وصلنا نحن إلى ختام حلقتنا دكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحيفة يتصح في دبي نحن شاكرين لك دائما نستانس لما تكون معنا في السوديو عافية وموفقين إن شاء الله دكتور ندى الملة حالة مع السلامة مع السلامة حياكم الله تعالو نشاهكم إن شاء الله نتلقى معكم إن شاء الله محمود بلتلقى معكم إن شاء الله إن شاء الله لأحد نزي شكرا 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 ميرا لغفلي شكرا ناصر سليمي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي نتمنىكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وحتى نلقاكم يوم الأحد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي